السلام عليكم اعزائي تراميز الصف الخامس ابتداية جريت فايف يشارح منهج الساينز مع مستر ماجل نجيف فاهيم معلم خبير ساينز. ان شاء الله النهار نودر نكمل لسون سري يونت وان في يونت وان ان شاء الله ماجنيتزم بارت وان. قبل ما نبدأ في درس الماجنيتزم هنأخذ الكلمات بتاعتنا عشان نحفظها الاول قبل بندخل عالدرس ونفهمه مع بعض ونشرح اللي نقدر عليه النهارة. اول حاجة كلمة ماجنيتزم. ماجنيتزم يعني مغناطة. ماجنيتزم يعني ايه؟ المغناطسية نفسها اسمها ماجنيتزم. في حاجة اسمها الناتشرر ماجنيت ماجنيت يعني ماجنيتز طبيعي مغناطيس طبيعي اللي موجود ما ربنا هحطه في الارض كده الطبيعي بتاع ايورون اورز يعني خام. اورز خمات خمات الحديد ايرون اورز. never mind magnetite معَدين magnetic materials magnetic INTERSTAT attract non magnetic materials مواد غير uje two bulls bulls. bull يعني قطب. two bulls قطبان. greater number. greater number يعني اكبر عدد. area or region يعني منطقة. area. like equal similar. like يعني similar يعني متشابهين. متشابهة. rebel. rebel. يتنافر. dislike. عكس like. different يعني مختلف. magnetic field. مجال مغناطيسي. disappears. تختفي. appears ياسهر. disappears تختفي. magnetic force. قوة مغناطيسية. magnetic force. force يعني قوة. ability. ability يعني قدرة. hold equal hung. يعلق. يعلق يعني. يعلقوا كده. refer. refer يعني يشير. invisible. 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 غير مرقى. عجز visible. اخدنا كله من visible في listen one. compass. بصلا. compass. light and small يعني صغيرة وخفيفة. light هنا جايب معنى خفيف مش معنى ضوق. small يعني صغيرة. locate equal identify. 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 equal locate. يعني يحدد. بعدين. magnetized needle. needle يعني ابرو. magnetized يعني مغناطيسي. ياليت نراه مرة تاني. ونشوف مع بعض الكلمات قبل ما ندخل في الدرس. ياليت تكتبه وراء وقاله متحفظه. magnetism. natural magnet. iron oars. magnetite. magnetic materials. attract. non magnetic materials. two bulls. greater number. greater number. greater number. كبر عدد. area region. like. equal similar. repel. disliked. equal different. magnetic field. disappears. magnetic force. ability. hold. equal hang. refer. يشاور او يشير. invisible. غير مرئي. compass. البصلة. compass. light and small. locate. equal identify. magnetized needle. البراماردسي. ياليت تبتلك الكلمات الاول قبل ما نتغل في الشرح وتحفظهم. وبعدين تعال نشوف ايه هو الماغنتيزم قصة الماغنت هي ايه. الماغنت دي اولاد من الفين سنة تقريبا. كانش نروع غنم جريج شيفارد. يعني نروع غنم في منطقة اسمها ماغنيسيا. هو بيعر الغنم اكتشف حاجة بتعمل اتراكت للآيرون. يعني اتراكت للآيرون تجزي به الحديد. خبر على الغنم كده بعشوات الغنم بتوعه. فاجأ العصاب بتاعته في حتة حديد مثلا في الآخر زي لو حسنا ما سكها كده. بدأت تجزي بايه؟ يم الحجر اللي كان في الارض. دي قصة اكتشاف الماغنتيز. القصة ازاي اكتشفت؟ من 2000 years ago. كان جريج شيفارد في منطقة ريجون منطقة في شمال الونان اسميها ماغنيسيا. اكتشف ساعتها ايه؟ الماغنتيز. بدأوا العلماء دوروا على الحجر دا لغلت ما عملوا انواع الماغنتيز. الماغنتيز نوع ايه؟ الماغنتيز الطبيعي ده اللي موجود في الارض. موجود طبيعة ومخلوق في الارض نفسها. هو عبارة عن حجر سويت كده بيكتشفوه. هو الناتشورال ماغنتيز. بلاك روك. عبارة عني البلاك روك ده؟ وان اف ايرون اورز. يعني ايرون اورز؟ واحد من خمات الحديد اسمه ايه؟ ماغني تايت. خلي بالك. اسمه ايه الخام ده؟ ماغني تايت. يعني ايه مستر ماغني تايت؟ الحديد ليه خمات هيماتايت ماغني تايت. الماغنتيز بقى خامات الحديد اللي بريد اكتشف في الارض. طبع الحديد بيكتشفوه نافين ياولاد؟ في الارض. بيكتشفوه الارض. خام طبيعي. عنصر. بس الحديد ده ليه اشكالUU. بس الحديد ده ليه اشكال وليه خمات ايرون اورز هو واحد من ايرون اورز اسمه ايرون اورز ده؟ بمي اسمه???iko يبقى نقول تاني مع بعض النوع الاول من الماغنت او الماغناطيس الطبيعي ده بلاك روك حاجة ريسوي صخرة صودة بتكتصف طبعا بتكون ضخمة ويكتشفوها هي بتعمل اتراكت للآيرون طب ايه هو البلاك روك ده عبارة عن الماغناطيس يبقى النتشور الماغنت من يجي يقول له هو ايه اقول له الماغناطيس او وان اف ايرون اورز اسمه ايه ايرون اورز ده اورز يعني خمات طبعا النتشور الماغنت ده الطبيعي من اكتشف العمل منه يعني ايه الماغناطيس الايه الصناع اللي عمله انسان بنسميه طبعا عمل منه اشكال اللي انتو بتشوفوها دي زي مسلا على شكل حرف حرف حدوة الحصان بنسميه او او شكل النيدل ماجنتك نيدل يعني ماجنتك نيدل الابرة متسنينة من الطرفين اهي او رينج وشفتوا انت اشكال كتير منه رينج ممكن ديسك حاجات كتيرة جدا من اشكال الماغنت ايه الاشكال دي ماغنت صناعي اما الناتشور الماغنت ليه لا دي عبارة عن بلاك روك الناتشور الماغنت يعني الماغناطيس الطبيعي عبارة عن اه حجر ايه اسود واحد من ايرون اورز يسمى ايه الايرون اورز دي حفاظها ماجني تايت فيه خمس مهمة تايت لا احنا حقا من الماغنت بتاعنا اسمه ايه ماجني تايت اما المنطقة رو كتش فيها اسمها ماجنيسيا منطقة شمال اليونان تمام الناتشور الماغنت اول تاني انواع الماغنت نوع ايه الناتشور وارتيفيشيال الناتشور طبيعي ارتفيشيال صناعي الناتشور لاك روك حجر سود واحد من ايه رافو ايرون اورز ايرون اورز اسمه ايه ماجني تايت اما الارتفيشيال لي ميني شاب دي عنا اشكال كتيرة جدا زيه على سبيل المثال بار ماجنت يو شاب ماجنت ماجنت ماجنتيك نيدل رينج ماجنت وهكذا دي بالنسبة الانواع ايه الماجنت طب تعال نشوف مع بعض هل الماجنت بيعمل اتراكت لكل الماتيريال تعال نشوف مع بعض طبعا احنا منيجي نصنف الماتيريال بالنسبة لاتراكت توزها ماجنت قد الماجنت بتاعنا ده ماجنت طبعا على شكل اه رينج او شكل ديسك اول ما اقرب الماتيريال للماجنت هنشوف ايه هل هو عمل اتراكت لكل الماتيريال لا عمل اتراكت لبعض الماتيريال اهو شايفين مسك ايه طب هو مسك بقى الماتيريال دي زي البلاستيك مسلا اتراكت الامونيوم وود الامونيوم بلاستيك كابر انا عمل لهم اتراكت لأ يبقى خلي بالك معه الماتيريال بنصنفه من نوعية اما اتراكت لما انتو شايفين ده عمل لهم اتراكت اهو شايف اهو عمل اتراكت مادام عمل اتراكت كده مادام عمل اتراكت ل الحاجات دي بسميها ماجنتيك متيريال اللي بيحصل لها اتراكت اسمها ماجنتيك متيريال زي ما انتو شايفين مصمار مثلا مصنوع من الايرون سويستا مصنوع من الايرون مصمار ثاني مصنوع من ايضا. اما هو عمل لجميع الماتيريال لا الماجنيت بيجذب من الماجنيتك ماتيريال اهو. نعمل ثاني اهو. اهو عمل ليهم. يبقى اول ماتيريال بيجذبهم الماجنيت اسمهم ماجنيتك ماتيريال. ما نجي نعرفها. نقول الماتيريال اللي اتركت توزه ماجنيت. ايه مانتك ماتيريال? عبارة عن اللي ذات اتركت توزة مانا. يعني مانتيري بتنجزب لمين? للماجن. زي مين? اي حاجة مصنعة من الايرون? نيلز بينز وهكذا. مصنعة من نيكل. اسمه نيكل. عنصر وكوبلت. يبقى نحفظهم مع بعض. اي حاجة مصنعة من الايرون? نيكل كوبلت. اجيد. اي حاجة مصنوعة من الايرون. نيكل. كوبالت. بقول لهم ايه? ماجنيتك ماتيريان. جيف ريزون. بقول لها عشان هي اتراكت. اما بقى المواد مسلا. غير الايرون والنيكل والكوبالت. عندي مسلا الود. الود. عمل اتراك بلاستيك. كابر. المونيوم. مفيش حاجة منهم اتراكت خالص. يبقى دون ماسموهم ماسموهم ايه? نان ماجنيتك ماتيريال. نقول تاني مع بعض. الماتيريال نوع ايه? اما ماجنيتك او نان ماجنيتك ماتيريال. الماجنيتك شفناها. عمل اتراكتر ما عملش عمل يا مستر. عمل اتراكت المين من الماجنيت زي الايرون نيكل كوبال. اما النان ماجنيتك ماتيريال. ماجنيتك ماتيريال. ما جذابش ايه? المغناطيس. ارنت اتراكت التوزة ماجنيت. يقولول تاني مع بعض. الماتيريال نوع ايه? اما ماجنيتك او نان ماجنيتك. الماجنيتك زي مين يا مستر ايرون نيكل كوبالت. اي حاجة مصنوع بالايرون. طيب ليه ماجنيتك ماتيريال عشان اتراكت التوزة ماجنيت. اما النان ماجنيتك ماتيريال. الماتيريال اللي مالها. الماتيريال اللي لا تنجزب لمين? للمغناطي. زي مين? وود. بلاستيك. الهمونيوم. كبر. بيبر. شوق. تبشير. اي حاجة غير الايرون والنيكل والكوبالت. اقول عليهم ايه? نان ماجنيتك ماتيريال. وحنا صنفنا كده المواد نوعين. ماجنيتك ونان ماجنيتك. وصنفنا من شوان ماغناطيس نوعين ناتشور ايه? وارتيفيشيال. ان شاء الله المرة الجاية. هنشوف بروبرتز اوف ماجنيت. بارت تو. ماجنيتزم بارت تو. خصائص الماجنيت. ونشوف الماجنيت ده بتتاسم بايه او صفاته ايه. يا ريتل ما شاركش في القناة اشترك. والعجو شارك يعمل اللايك. وان شاء الله نشوفكم على الخير المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.